كان بقالنا فترة طويلة ما بنشغلش الليد لايتس اللورة بس قولنا بالمناسبة دية نحتفل بقى ونحترم الكالرثيم بتاعت الفيلم المعبرة عن الحزن والسواد والجرائم التي تقع في العالم الصفلي وبما اننا بنتكلم عن جرائم العالم الصفلي فياريتي صفلي معا لا خلاص مش هكمل النقطة خلاص خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بيكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو The Batman فيلم The Batman فيلم طال انتظاره وتأجل معاد عرضه اكتر من مرة وهو مستقل تماما عن عالم DC الممتد ويعد اشارة الانطلاق لعالم The Batman المشترك اللي حيكون فيه افلام ومسلسلات عن شخصية باتمان وعن الشخصيات المحيطة بيه مراجعتنا النهاردة حتكون بدون حرق في الجانب الاغلب منها وفي النهاية فيه شوية نقطة معينة كده حتكلم عنها بحرق وان شاء الله حيكون عندنا منقشة بالكامل عن الفيلم بحرية حرق في البث بتاعنا على نيمو وحسب اللي حيطلع منها ممكن انشرها في حلقة منفصلة احداث فيلم دا باتمان بتدور في السنة التانية من محاربة باتمان للجريمة في جاثم وبتركز على سلسلة من الجرائم العنيفة بيقوم بيها مجرم بيسمي نفسه دا ريدلر وفي كل جريمة من دول بيوجه رسالة مباشرة لباتمان وباتمان بالمشاركة مع الملازم جيمس جوردن بيحاولوا يحققوا في الجرائم ويفكوا الغاز الرسائل اللي بتبتدي تشكل تهديد مباشر على شخصية باتمان الحقيقية بروس وين وتحقيقات الثناء بتاعنا بتقودنا اعمق واعمق داخل عالم الجريمة السفلي في جاثم ومش حكرر النقطة تاني عشان نشوف قد ايه الفساد مستشري في المدينة ونحاول نمسك طرف خيط يقودنا لذا ريدلر فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلمنا بيدور عن سلسلة من الجرائم بيقوم بيها مجرم مجهول فيها محقق بيحاول يحل ألغزها فيها خلفية من الفساد ما نعرفش مدى انتشاره فيها مرأة فاتنة فتاكة غامضة فيها عدد كبير من الشخصيات المسندة الشريرة فيها صوت للبطل او للضمير او للمدينة بيخطبنا كل شوية اذا فهو فيلم نوار بس بطلنا هو باتمان والمرأة الفاتنة الفتاكة الغامضة دي هي كات وومن والمجرم هو ذا ريدلر والخلفية الفاسدة دي هي مدينة جاثم والشخصيات المسندة الشريرة داية هي عدد من الاعداء المعروفين لباتمان اذا فهو فيلم كوميكس وابطال خارقين وهنا يحدث الكوكتيل الجميل والجديد والمختلف واللي اتصور انه كان المحافظ الرئيسي عند كل الاطراف المعنية لخوض التجربة دي تجربة اعادة اطلاق حواديث جديدة بطلها هو باتمان حاجة المفروض انها بقت تخوف شوية لان مش كل المحاولات السابقة كانت نكحة وبعضها كان عنده اثر مدمر على اصحابه واتصور ان هو ده اللي مخرج الفيلم مات ريفز حاول يتبعه كرشتة للنجاح التركيز على التجربة السابقة النكحة البعد عن اللي فشل بعض التجربة الاخرى وشوية شجاعة كده ما تضرش التجربة السابقة قال انجح فيه معالجة حواديث باتمان كانت طبعا ثلاثية كريستوفر نولن واللي بنشوف لها اثار كتيرة في الفيلم ده اهمها على الاطلاق هو البعد تماما عن العناصر الخرافية والخارقة للطبيعة وتقريب الاحداث باكبر شكل ممكن لما يمكن ان نسميه بانه واقعي الصفات الخارقة عند البطل هي نتاج فلوس وتدريب والصفات الخارقة عند الشرير هي مجرد ذكاء وتصميم اما اللي فيلمنا حاول يبعد عنه فهو البساطة المبالغات المبالغات في تعقيد الحبكة المبالغات في اظلام الدراما المبالغات في الاكشن المبالغات في استخدام المؤثرات البصرية اعطاء الاولوية دايما للقصة وللتصنيف احنا في فيلم جريمة وتحقيقات في اطار نوار كلاسيكي كل المختلف بس هو ان ابطالنا ليهم انطباع في ذهن المشاهد انهم خارقين وهنا تكمن الشجاعة وجود بعض التلاعبات في علاقات الشخصيات دي مع بعض على الاقل بالمقارنة مع اللي احنا عارفينه بل والاسهاب في عددهم كمان باتمان كات وومن جيمس جوردون دا ريدلر كارماين فالكون دا بينجوين الفريد انا كنت قلقان اصلا من ان عدد الشخصيات كبير خصوصا الشخصيات اللي بتنتمي بشكل او باخر لجانب الشر ولكن لان كل الشخصيات دول موجودين في قصة اطارها كلاسيكي فما بقاش مهمة اوي هم على جانب الخير ولا على جانب الشر هم هنا مجرد شخصيات لذلك انا شايف ان المعالجة دي عبقرية طالما فضل في العالم سينما افلام باتمان لن تتوقف ولكني اتوقع ان بعد عشرين او تلاتين سنة من دلوقتي هنرجع نبص للخط الزمني لكل ما تم صناعاته عن شخصية باتمان وحتنور اوي تجربة كريستوفر نولن وحتنور اوي تجربة مات ريفز هل كل اللي احنا قلنا ده بقى يعني ان الفيلم بلا عيوب؟ اكيد لا وبعض العيوب اللي معانا ورثناها من قالب المعالجة تصنيف النوار اللي بطبيعته بطيء والبطء سمة موجودة في مشاهد الفيلم باستثناء يمكن الربع الاخير عايز اوضح انا مشكلتي مش مع زمن الفيلم ولا اقاع الاحداث مشكلتي مع اقاع المشاهد وان كتير منها كان شكله مكرر اجتماعات باتمان بجيمس جوردون مثلا كانت شبه بعض في كل مرة والنمط العام بتاع اسلوب التحقيق اصلا مدخلش دماغي اوي ودي نقطة جدلية شوية لانها في اوقات كتير معجبتنيش وفي اوقات تانية حسيت ان الفيلم بيسخرها لاغراض اخرى ودي ممكن تكون من النقطة اللي عاوز اتكلم عنها بحرية حرق في نهاية الحلقة بس بكل تأكيد اسلوب التحقيق اللي الفيلم تبناه كان ليه بعض الاثار السلبية منها ان شعوري بالقلق ما وصلش للدرجة اللي انا كنت متخيلها اغلب الوقت ما كنتش حاسس بالقلق او التهديد من المجرم اللي احنا بندور عليه زي ما نكون رسمنا طريق في بداية الفيلم وفضلنا ماشيين عليه فيه عدد من المفاجآت وعدد من الالتواءات ولكنها لا تتسم بالذكاء او الشجاعة الكافين كمان اعتقد ان التصنيف الرقابي المتحفظ لعب دور زي ما قلنا فيلمنا بيدور عن سلسلة من الجرائم الدموية العنيفة ومع ذلك التصنيف الرقابي للفيلم هو PG-13 المجرم بتاعنا بيقوم بجرائم مخيفة فعلا والفيلم بيحاول يكتهد في انه يوازن ما بين انه يفهم المشاهد طبيعة الجريمة وفي نفس الوقت ما يظهرش من تفاصيلها اللي ممكن يغير تصنيفه الرقابي انا كنت افضل تصنيف رقابي اكثر جرأة واظهار لطبيعة الجرائم ديت بشكل اوضح يمكن ساعتها مؤشر تهديد المجرم ده عندي كان ارتفع وكنت خفت منه اكتر وقلقت منه اكتر مش عايزة صنف الحاجات ديت كعيوب بشكل اكيد لان ممكن ببساطة يكون هو دل الفيلم قصده من الاول هو عاوز انتباه المشاهد يكون في اماكن اخرى في الاماكن المتعلقة اكتر برحلة الشخصيات وهنا فيه انجاز مبهر وخفي الفيلم بيحققه ان فعلا كل الشخصيات عندها رحلة كل الشخصيات شهد التحول حتى الشخصيات المساندة الشريرة اللي كنت بتكلم عنها مش هتلاقوا ناس كتير بتتكلم عن شخصية كارماين فالكون اللي جسدها جون تورتورو ولكنه كان شخصية مهمة جدا زمنه على الشاشة مش قليل صراعاته ممكن نوصفها ونقول عليها صعبة شفنا منه وشوش كتير وشفنا من جون تورتورو تكسيد جيد جدا نفس الامر ينطبق على شخصية دا بينجوين اللي جسدها كولين فارل واللي يمكن يكون من بقر الشجاعة في تصميم الشخصيات داخل الفيلم سواء على مستوى السمات الشكلية او حتى في تصميم الرحلة كولين فارل قدم تكسيد مفيهوش كولين فارل فيه روبر دينيرو انا مصمم ما بعيبش عليه وما بقولش عليه وحش بكل تأكيد زي ما بقول دا من بقر الشجاعة دا من الحاجات اللي ما بنشوفهاش كتير ومستقبل الشخصية اصبح من الامور المثيرة للاهتمام جدا في قادم الافلام الفرد عنده رحلة واداء اندي سيركس جيد جدا جوردون عنده قدر من التحول وان كان مش واضح قوي بس ما هواش عنصر خامل او مجرد ديكور في المشاهد بتاعته سيلينا كايل او كات وومن بتكسيد زوي كرافتس عندها رحلة وتحول يكادوا يكونوا مكتملين وفيهم مراحل كتير وفيهم قدر كبير من التعقيد تعقيد زوي كرافتس جسدته بافضل شكل ممكن ذا ريدلر وهو ذا ريدلر ما كانش عاجبني اوي عشان اللي انا قلته عن اسلوب التحقيق اللي سيناريو الفيلم تبناه بس بعد ما بقى بول دانو بقى حاجة تانية وده مش حرق احنا برضو في التريلر شفنا ان احنا حنشوف بول دانو بول دانو ده ممثل كبير اوي يا جماعة واتمنى اننا ما نكتفيش باللي شفناه منه في الفيلم ده نوصل لباتمان بقى وانا دايما بقول ان باتمان او بروس وين مش من الشخصيات الصعبة اوي في التكسيد اي فيلم ظهر فيه قبل كده قعد اكتر من 3 ربعه تحت الماسك والربع اللي فاضل بيتفاجئ من الشخصيات اللي حوالي بتعمله مع بعض الاستثناءات طبعا او الحقيقة هو استثناء واحد باتمان بجنز والصراحة في نمط الظهور على الشاشة الامر المراضي مش مختلف احنا اغلب الاوقات فعلا ورا الماسك اتصور ان اغلب مشاهد الاكشن اللي قايم بيها هو بديل للمخاطرات وفضل الحبة بتوع بروس وين اللي فيهم روبرت باتنسون ببساطة ابهرني لان في الوقت الديق اللي هو ظهر فيه على الشاشة ده قدم رحلة متدرجة بهدوء جدا الكلام اللي فيها قليل الانفعالات تكاد تكون معدومة والتعبيرات بتقول كل حاجة نوعية التكسيد اللي بموت فيها اللي هي والله انا عملتها وابتهدت فيها وقدمتها شفتوها شفتوها ما شفتوهاش ما شفتوهاش عاوزين الرسالة المباشرة فيه اسم الشخصية اصلا بيتغير جوه الاحداث بس عايزين تتمزجه بجد بصوا على تعبيرات وش روبرت باتنسون وهو بروس وين مش عاوز اقول ان الوقت اللي قضاه هو باتمان مهضر بالكامل بالاخص مشاهد الاشتباك والاكشن اه في حاجات كتير منها انا قلت ان انا مو تصور ان اللي عملها بديل مخاطرات بس في حاجات تانية انا متأكد ان اللي عملها روبرت باتنسون لان فيها تمثيل فيها التدرج في التحول بتاع الشخصية اللي انا قلت عليه وعموما شخصية باتمان المرة دي فيها اكتر بكتير من مجرد تمثيل زي ما قلنا احنا بنتفرج على ده باتمان في السنة التانية من محاربة الجريمة كل حاجة لسه في اولها البدلة بدلت حماية في المقام الاول الباتموبيل ممكن تخش مطاردة وممكن تكسبها وممكن ما تكسبهاش وعلى فكرة المطاردة اللي موجودة في الفيلم من اروع المطاردات اللي شفتها مؤخرا اسلوب الاشتباكات واسلوب القتال الدفع الرئيسي فيها هو الغضب وده جانب مهم جدا في التحول التدريجي بتاع الشخصية لذلك فعلى الرغم من انه في السنة التانية من محاربته للجريمة ولكنه بيخش في اي حد بيتلف امله كل التفاصيل هيلة سواء في الشخصية او في العالم المحيط بيها الاستخدام التقيل للمؤثرات البصرية بيتم الاحتفاظ بيه للربع الاخير من الاحداث واستخدامه في باقي الفيلم كان فعال جدا مع عدا مشهد واحد بس هتكلم عنه في الفقرة اللي بحرق صورة الفيلم بشكل عام فيها تأثر كبير بالثلاثية بتاعت كريستوفر نولن وان كانت اغمأ واكثر تصديرا للحزن بس ما فيهاش اي مشاكل تعيق المشاهد من انه يتدوق كل كدر وهنا البطء العام في اقاع المشاهد ممكن يكون بيلعب دور ايجابي موسيقى مايكل جياتشينو من اهم عوامل التميز في الفيلم ليها شخصية متفردة وحلوة بشكل منفصل دي من اقل المرات اللي عانيت فيها وانا مستني تيتر النهاية يخلص لاني كنت مستمتع جدا بالموسيقى وقاب المناسبة فيه حاجة بعد تيتر النهاية ولكنها مش مشهد هقول لكم برضو هي ايه بالضبط في الفقرة اللي بحرية حرق فيلم ده باتمان كان تحدي كبير وصعب جدا والنجاح فيه شيء مش هين تحدي في اختيار المرحلة الزمنية تحدي في اختيار طريقة المعالجة تحدي في اختيار فريق التمثيل تحدي في التصميم على زمنه واتصور ان نجاح الفيلم في كل التحديات دي شيء واضح حتى لو عندنا قدر من التحفظات سواء التحفظات اللي انا مقتنع بيها او التحفظات اللي انا سمعتها ومش بالضرورة مقتنع بيها اتصور ان دي كلها حاجات في تفاصيل الفيلم ولكن بشكل عام انا مبسوط جدا من التجربة وراضي عنها بشكل كبير تقييمي لفيلم ده باتمان هو 8.5 من 10 ومتشوق جدا اني اشوف مستقبل السلسلة دي واشوف ازاي حيتحرره من قالب النوار اللي تقدم فيه الفيلم منقشة الحلقة عن شخصية كات وومن من هي الكات وومن الافضل في تقدركم الشخصي ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام تعابوني نتكلم بشوية حرق النقطة الاولى اللي عاوز اتكلم عنها هي رحلة البطل رحلة التحول بتاعت باتمان اللي في اغلب اوقات الفيلم ما كانش اسمه باتمان كان اسمه فينجنس تعبير مباشر عن الغضب عن ان الدافع الرئيسي اللي بيحركه هو رغبته في الانتقام من دوائر الجريمة للي حصل لأهله وفي النهاية بنشوف التحول انه اخيرا بيتخلى عن الطاقة دي وبينصب نفسه كحامي رئيسي لجوثم وبيرفض التخلي عنها من نقطة البداية لنقطة النهاية في درجات كتير منعكسة على الطريقة اللي بيشوف بيها الناس اللي حواليه الطريقة اللي شاف بيها تاريخ ذا ريدلر وفي الطريقة اللي كان بيشوف بيها الولد الصغير ابن عمدة المدينة وفيه تبادلاته مع الفرد لان هي دي تقريبا مشاهده كبروس وين فرصة مش واسعة قوي للتعبير عن التحول وهو بيحصل بس هو كان بيحصل طول الوقت حتى وهو تحت القناع بتاع باتمان في المشاهد بتاعته مع سيلينة كايل بس زي ما بقول لكم انا مباشتريش قوي التعبيرات اللي بتحصل من تحت القناع دي فيه ناس عملوا منها شغل كويس بس في باتمان بالتحديد صعبة قوي لازم التصريح يخرج من نطاق التعبير ويدخل في إطار التصرف يتكلم أكتر يضرب يتخانق يبوس أكيد ما كانش بيبوس اللي بيضربهم وبيتخانق معاهم المهم أنتوا فاهمين يعني أتمنى في الأفلام المستقبلية مع الكشف شوية عن حقيقة شخصية باتمان على الأقل عند عدد أكبر من الشخصيات يكون فيه مساحة أكتر لبروس وين لروبرت باتنسون أنه يمثل لأنه عنده حاجات كتير أو يقدمها النقطة التانية اللي عاوز أتكلم عنها هي أسلوب التحقيق اللي أنا قلت عليه في آخر الفيلم فيه مشهد مواجهة ما بين باتمان أند ريدلر ده ريدلر بيقوله فيه أنت كنت بتعمل كل حاجة أنا قلتلك عليها هو قبل ما يقول كده الحقيقة أنا كنت حاسس بكده أنت في أغلب الأوقات ما بتدورش عليه أنت ماشي على الأثر اللي هو سيبهولك بتحقق رغبته أسلوب تحقيق غريب شوية الصراحة في كل أفلام التحقيقات وكل أفلام الجرائم وكل أفلام النوار فيه توازن ما بين الحاجتين دول فيه مهمتك الرئيسية اللي هي أنك تلاقي المجرم ده وفيه الجانب اللي المجرم ده بيثير فيها فضولك بتقرر أنك عاوز تسمعه وعاوز يقول إيه مش عاوز أقول أن التوازن ده ما كانش موجود تماما في الفيلم ولكنه كان مختل مش فاهم الصراحة في الآخر باتمان زعل قوي ليه لما قاله كده منت فعلا عملت اللي هو بيقوله صدمة دا ريدلر في الآخر وحزنه من رد الفعل الحقيقة يعني في رأيي الشخصي مبررة النقطة الثالثة اللي عاوز أتكلم عنها هي مستقبل السلسلة في مشاهد النهاية بيدخل معانا على الخط The Joker اللي هو لا جارد لتو ولا أخواكين فينيكس باري كيون واحد من أهم المواهب الشابة في السينما العالمية اختيارات بتحسسك بالاطمئنان طبعا الكلام عن إن الجزء التاني لم يتم التأكيد عليه ولسه مش عارفين حنيعمل فيلم تاني ولا لأ بس أي حد شاف الفيلم عارف كويس قوي إن الدنيا ماشية في السكة دي مقطة التحرر بس من قالب النوار دي اللي مش عارف هيعملوها ازاي هتعمل جزء تاني الجزء أول مش شبهه خالص؟ ولا هتفضل متبني نفس الآلب؟ طب فين الغموض اللي ممكن يحيط بالمجرم؟ تحديات جديدة وإضافية لمستقبل السلسلة تخلي الترقب ليها أكبر والحاجة اللي بعد تتر النهاية هي مجرد إشارة لأن دريدلر في الأغلب حيرجع بنشوف علامة اللي استفهام في الآخر وبنشوف عدد من الصور المتلاحقة اللي بكل تأكيد ملحقتش أجب معها واللي ممكن تبقى نقاط مهمة للحوار في الأيام والأسابيع اللي جاية النقطة الرابعة اللي كنت حنساها هي المشهد اللي معجبنيش فيه توظيف المؤثرات البصرية وهو مشهد الطيران الأوحد لباتمان في الفيلم اللي كان رائع في كل تفاصيله معه ده كدر واحد اللي كان بيركز على وش باتمان وهو طير حسيت إنه منفصل شوية عن الخلفية وبيدي الإنطباع إنه هو ملزوق عليها كدر سريع ما خدش وقت طويل وما يأثرش على تقييم المؤثرات البصرية في الفيلم بشكل عام بس لو حد من حضراتكم وهو بيتفرج على الفيلم لحظوا واتدايق منه حبيت أقوله بس إنك مش لوحدك طبعا غالبا فيه مواضيع تانية ونقاط تانية حابين إن احنا نتناقش فيها بس دي بقى خلوها للمناقشة اللي على البث بتاعنا على نيمو مبدئيا تعالوا نحدد لها معاد يوم السبت مساء الساعة بالضبط نتفق عليها على تويتر نتناقش في كل اللي انتوا عاوزينه ونشوف لو الملخص فيه حاجات إضافية مهمة ننزلها في حلقة أخرى كمان مرة ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم مشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين تقوني على فيسبوك وتويتر ونيمو انستجرام ووي بوي